تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله وإنابة الفريق والركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطنية أقيم ختام فعاليات التمرين المشترك البدر خمسة بين الحرس الوطني والجيش البكستاني وذلك تزامنا مع احتفالات الحرس الوطني بذكرى تأسيسه الرابعة والعشرين بحضور صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين والفريق أول قمر جاويد باجوة رئيس هيئة أركان القوات البرية البكستانية وكبار الضباط من الأجهزة الأمنية ولدى وصول نائب رعي الحفل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني لمقر الاحتفال يرافقه معالي اللواركن الشيخ عبد العزيز بن سعود الخليفة مدير أركان الحرس الوطني كان في استقبال سموه كبار الضباط الحرس الوطني وضباط القوات المسلحة البكستانية حيث جرى عصف السلام الملكي لمملكة البحرين وتلاوة آيات من القرآن الكريم كما ألقى اسم الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة قائد وحدة العمليات الخاصة كلمة رفع فيها أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة احتفالات الحرس الوطني بذكرى تأسيسه الرابعة والعشرين وبمسيرة هذا الصرح الوطني الذي يستنير برؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله والذي أصبح بقيادة الفريق والركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني أصبح قوة حامية للدفاع عن سيادة الوطن كعمق عسكري لقوة دفاع البحرين وأدرع أمني لقوات الأمن العام وأضف أن صرح الحرس الوطني يرتقي بدعم رؤية القائد الأعلى حفظه الله لذلك حقق أعلى مستويات التطور والكفاءة والجهزية على مستوى جميع وحدات وكتائب الحرس الوطني في فترة تنظيمية قياسية ليكون حاضرا في كافة ميادين خدمة هذا الوطن ولتلبية نداءه ويقف سدا منعا في الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته والحفاظ على أمن مواطنيه ومقيميها وعبر عن شكره للفريق أول قمر جاويد باجوة رئيس هيئة أركان القوات البرية البكستانية على تشريفه لاحتفال الحرس الوطني بذكرى التأسيس ولمنتسبية الجيش البكستاني على مشاركتهم لمنتسبية الحرس الوطني في تنفيذ تمرين البدر خمسة الذي يتي ضمن جهود رفع مستوى التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين تأكيدا على عمق العلاقات التي تجمع بين مملكة البحرين وبكستان كما توجه بالشكر والعرفان لعاهل البلاد المفدى القائد العالى حفظه الله ورعاه على رعاية جلالته لاحتفالات الحرس الوطنية دعين الله أن يوفق صرح الحرس الوطني للدفاع عن سيادة المملكة وأمنها تحت راية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى كما ألقى قائد القوة المشاركة البكستانية إجازا عن التمرين الذي يشهد تنفيذ النسخة الخامسة من لتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تطبيق عدد من الفرضيات العمنية بعدها شهد نائب راعي الحفل الفريق أول للركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني وصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين والفريق أول قمر جاويد باجوة رئيس هيئة أركان القوات البرية البكستانية ختام فعاليات التمرين المشرك البدر خمسة كما تضمن الحفل عرضا لنزول المضليين من فريق الحرس الوطني للقفز الحر بالمضلات وعرضا لرماية تراب وسكت وأكد الفريق ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني أكد على هامش احتفالات الحرس الوطني بذكرى التأسيس أن الرعاية الدائمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله للحرس الوطني تأتي في ظل ما تحظى به الأجهزة الأمنية من دعم واهتمام في ظل مسيرة الخير والعطاء التي تشهدها البحرين إذ يسعى دائما جلالته للارتقاء بالمنظومات الدفاعية والأمنية لتكون قوة مثالية يحتذى بها في المنطقة وأضاف سموه أن سلسلة تمارين البدر عكست المستويات العالية والدقة في تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب من قبل منتسب الحرس الوطني وأخوانهم من منتسب الجيش الباكستاني المشاركين في التمرين ذلك من خلال تطبيق العمليات العسكرية في مختلف البيئات والتضاريس والتعامل مع التهديدات الإرهابية في عدة فرضيات ميدانية عسكرية أمنية مشتركة أتي تنفيذ تمرين البدر خمسة كثمرة لجهود التعاون والتنسيق المشترك عبر بروتوكول التعاون الموقع بين الحرس الوطني البحريني والجيش الباكستاني وتأكيدا على جهود تبادل الخبرات لتطوير القوة القتالية لهذا الصرح العسكري بقيادة الفريق والركن اسمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني الذي وضع اللبنة التحتية والأساسية لهذه القوة العسكرية من خلال خطط التحديث والتطوير للسراتيجية الخمسية